السلام عليكم حبيبي وحشتوني جدا جدا. اتمنى تكونوا بخير. طبعا النهاردة بقى حبيبي هوريكم ازاي تعملوا كيكا يومية هشة ومرتفعة ولونها فاتح جدا والطعم بقى حكاية هتنبهروا به. طبعا ولا خلاط ولا مضرب كهربائي ومضرب سلك. عزت من كده ما فيش المضرب اليدا والعاج بتاعنا دول. الناس اللي ما عندهاش خلاط ولا مضرب كهربائي. طبعا مقادير سهلة خالص وبسيطة موجودة في كل بيت. بس عايز اقول لكم الاول. لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشاركوا بالقناة وتعملوا اللايك للفيديو دو. تعالوا بقى حبيبي نشوفوا المكونات مع بعض وكمان نشوفوا الطريقة. طبعا كل حاجة هكلمكم عليها وقول لكم ازاي تطلع نكحة واسباب الكيكا اللي هي ممكن تخليها منك تهبط تاني تطلع من نحية عالية ومن نحية وطشة. بس هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل. طبعا عمدينها الاول. عمدي هنا الديق طبعا. الديق ده كبايتين ونص. طبعا الديق لازم يكون ديق فاخر. جميع الاستخدام. وطبعا بتنخل مرة واتنين. يعني انا خلايا بصوا اه مرة واتنين. وطبعا حتى برضو المصفة الصغيرة دي هنا عشان لما جي برضو هضيفها على البيض. بدل ما ضيب الكوبية كده هضيف بالمصفة السلك ديت وهنخل برضو تاني. يعني كل ما هتنخلي في الدقيق كل ما هيخلي هوا كتير يدخل داخل الكيكا بتاعتك وهتكون هشة ومرتفعة. طبعا دي خلصنا كده من الدقيق. وطبعا للحلال ربنا بس. بصوا زرة ملح بس هي على الدقيق بتاعنا. حاجة بسطة جدا. زرة لا تذكر اساسا. طبعا كده خلصنا من الدقيق. طبعا عندنا تاني حاجة هنا. دول اربع بيضاتة هما. لازم البيض طبعا يكون بدرجة حرارة الغرفة. لو في التالكة تطلعها قبلها اقل حاجة في نص ساعة على ما ياخد درجة حرارة الغرفة. طبعا فده خلصنا نحل. طبعا عندي السكر بتاعي ده كوب سكر. طبعا احنا بنحمش الحاجة مسكرة جدا. اهو. ده كوب سكر اهو. طبعا انت لو حباها مسكرة تحطي كباية وربط. ولازم السكر بتاعك آآ يكون ابيض عشان ما يغمقش معاك الكيكا. عشان لو السكر غامق هيغمق معاك الكيكا بتاعك. طبعا عندي هنا نص كوباية زيت. وبرضو الزيت يفضل انه يكون درجة كويسة نظيفة عشان ما يعملش ريحة معايا في الكيكا وما يغمقش برضو معايا الكيكا. عفوا. وعندي هاخد هنا معلقة كبيرة بودر. هو كيس البودر دوت تقريبا معلقة كبيرة. هحط كله. وعندي الفانيليا السايلة هي. هحط منها نص معلقة. عندك الكياس اللي هي الباكت التانية دية. ممكن تحط كسين لو حابة كيس لو حابة اللي يعجبك. آآ طبعا بقى هنخش دلوقتي على الطريقة بتاعتنا. عندي البودر الاولة هو. طبعا انا قلت لكم هنستخدم المضرب السلكة عادي. هركم بقى المكونات بتاعت دي على جنب. عشان نشتغل قدامكم. عندي هذه الزيت. واللبن. دي كباية لبن على فكرة نستغلوكم عليها. كباية لبن. طبعا كباية اللبن دية الدافية. طبعا كباية اللبن الدافية دية هتخلي معاك قوامل عجينة. ناعم جدا جدا جدا. بصي هتفرق معاك في الطعم. بصوا جربوها ومش هتندمو. هي دافية مش سخنة. عشان ما حدش يعملها سخنة ويباوز الكيك. هدافية. الحاجات بسطة كده. طبعا عندي البودر الاولة هو طلل اربع بضاء. هنزل دلوقتي معايا بالفانيليا. اهو تقريبا نص معلقة. طبعا الفانيليا السايلة دي بتبقى راحيتها قوية شوية فما تقطروش منها عشان كترها بيقلت له مرارة كده. طبعا هنقلب بقى البيض آآ مع الفانيليا شوية كده نفكوهم مع بعض. طبعا انا فكت البيض بالطريقة شوفوه. اهو فكت البيض مع الفانيليا بالطرق انتم شايفينها دي يا تاية. هنزل بقى عندي بكبات السكر. طبعا زي ما قلتلك يفضل السكر يكون سكر نضيب شوية يكون ابيض. شل وغامق هيغمق معاك الكيكة. طبعا هضرب كده دقيقتين كده بالمضرب. لحد ما السكر بتاعه يضوب تماما كده والكوام بتاع البيض مع السكر يفتح شوية كده. انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هضرب كده شوية بالمضرب. وارجع لكم اوليكم الكوام اللي انا محتاجينه. بصوا كده حبايبي بعد ما علبت البيض بتاعنا مع السكر بصوا ده الكوام اللي احنا عايزينه. شوفوا اللون افتح ازاي والكوام بصوا بقى عامل ازاي. طبعا دلوقتي هنحط معانا مصوا كبات الزيت. زي ما قلتلك يفضل الزيت. يكون نضيف. عشان ما يغمقش معاك الكيكة. نقلب الزيت بتاعنا كده. وبعد ما هنقلب الزيت هنزل بقى بكوبات الحليب الدافي. دافي مش سخن يا جماعة. اهو. ايت بتقلب وات بتحط. كده حبابي بقى يكون خلصت معايا السوائل كلها بتاعت الكيكة بتاعتها. كده مش بقى للمواد الجافة اللي هي البودر والدقيق. طبعا انا هحط الباكة البودر كله على الكوبايتين ونص دقيق. والسبب بقى اللي بيخلي الكيكة معاك ترتفع من ناحية وتبقى ارتفاع قليل من ناحية تاني. سببين. سبب الاولاني ان انت ممكن البودر تكوني مش مقلبية كويس جدا في ايه. اه حبة جعلهم البودر وحبة لا. فده شوية اللي بيجعلهم البودر ده اللي بيرتفعه. والسبب التاني ان ممكن الفرن بتاعك يكون النار بتاعته نفسها مش مش زبطة. كده حبيبي بعد ما خلصت البودر بتاعي هبدأ بقى اشيل برضو بالمصفة كده زي ما انتم شايفين هنخل برضو دي تالت مرة وانت بتنخل برضو تحاولي ترفعي دك كده عشان يخش هوا كتير في الكيكة بتاعتي. كده هناخد بقى الديء بتاعي كله هحط كده شوية بشوية يقلبهم. اول ما يختفى هحط التانيين. واخلص الكمية اللي معايا كلها وهرجع لكم. كده حبيبي بقى بعد ما خلصت الكمية الديء اللي معايا كلها. بقلب بالنسباتشلة بتاعي كده كويس من تحت الفرشة نتأكد ان الديء كله آآ داب معانا. وشوفوه القوام بتاعة العجينة بتاعتنا. طبعا عندي الصينية مجهزها بالزيت ومبضرها بتبدرت الديء ديت قبل ما اشتغل خالص. طبعا عفضي بقى المقدار بتاعي كله في الصينية وهرجع لكم. كده حبيبي بقى بعد ما فضت المقدار بتاعي كله في الصينية زي ما انتم شايفين. طبعا قبل ما اشتغل في الكيكة بتاعتي كنت مزبطة الصينية وكنت فتحة الفرن بتاعي. لازم الكيكة تخش على فرن ساخن مسبقا. طبعا هتخش معي على درجة حرارة مية وستين واول ما تلاقي الحرف بتاعها كده اصفر. خد اللون الده بالجامل هتفتح عليها الشوية من فوق. آآ طبعا هتحبتها على الرف الاوسط. طبعا هي تاخد معك في الفرن ما تفتحش عليها قبل خمسة وتلاتين دقيقة بالزبط. من الخمسة وتلاتين دقيقة تبدأت رقبي بقى الكيكة بتاعتك وتشوف ايا محتاجة الشوية ولا مش محتاجة. طبعا هارجع لكم بعد ما تستوي. كده حبيبي بقى كيكة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن هي اخدت معي من خمسة وتلاتين لاربعين ديقة بالزبط. آآ شوفوا ما شاء الله الارتفاع بتاعها شوفوا ما هي فكا كيف صغيرة جدا كده بقى على الكيكة. ده دليل ان الكيكة بتاعتنا بصوا هشة جدا 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 ومليانة هوا من جوة. شوفوا ما شاء الله طريقة جدا بس يا سيخنا دلوقتي حالا. انا لسه مطلعوها. طبعا آآ انا ما اختبرتهاش لسه ولا بسكينة ولا بخلة. لان بصوا في تشققات بسطة جدا في الكيكة. ده معنا ان الكيكة بتاعتنا نكحة مليون في المية واستوت تماما. آآ طبعا برضا هختبرها معكم بسكينة حالا عشان تتأكدوا. ده بقى هنجيب السكينة بتاعتي هنحطها في مص الكيكة بتاعتي كده هنطلعو. قدم السكينة ولا الخلة طلعت نظيفة زي ما انت شايفها كده هيبقى الكيكة بتاعتي استوت تماما. كده هسيبها بقى لما تبرد وبعد ما تبرد هخرط لكم منها خرطة كده عشان نشوف قلب الكيكة. قد مرتفع وهش وطرية وجميلة. هرجع لكم ان شاء الله بعد ما تبرد. كده حبابي بعد ما الكيكة بتاعتي بردت شوية. ايا ما بردتش قوي بس ايا لسه سخنة حاجات بسيطة. بصوا ما شاء الله كيكة بتاعتنا من جوه عاملة ازاي? شوفوا. بصوا. طرية جدا. وشوفوا السمك بتاعها دي. شوفوا في الصينية. ان شاء الله. شوفوا. الاعر بتاعها بصوا. ده دي اللي كنا حبطينه تحت. بصوا. والله العظيم طريقة. توحفة جدا جدا. ومقدير مزبوطة مليون في المية. شوفوا. استحالة. بصوا. كتر مية سفنجية. شوفوا. ولا معجنة ولا اي حاجة خالص وجميلة. شوفوا الاعر بتاعها. تسوية. بصوا كيكة بتاعتنا. طرية ازاي? بصوا. طرية ازاي? جميلة والله. يجربها بالطرية دي هتعجبكم. كده حبيبي بقى. كنت خلصت معكم الفيديو. اتمنى بقى الفيديو بتاعنا النهار ده يكون عجبكم. ونر رضاكم. اتمنى كل اللي انا بقدمه يكون يعجبكم وينر رضاكم بازن الله. لو عجبكم الفيديو. ما تنسوناش في اللايك وشير عشان الكل يستفيد. لو ما شرفتوش في القناة. اتمنى تشرفوني. وتفعلوا زر جرس ليوصلكم كل جديد مني. اه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.